في الأسبوع الثاني من فبراير يرتد المؤشر الرئيسي إلى مدون الأربع عشرة ألف نقطة وغلقت جلسة الخميس على ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسع وخمسين نقطة وشهدت ارتفاعاً في أحجام التداول التي تجاوزت حاجز ستمائة مليون جنيه ليسكن المؤشر الرئيسي في جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء وما للتعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع فيما اتجهت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بالنسبة للفترة اللي جاية احنا بنتوقع طبعاً بالرغم من أن فيه أخبار جيدة جداً على الأسهم خاصة الأسهم الموجودة في مؤشر الثلاثين وبالتالي فده مساعد على أن يحصل فيه ارتفاع وارتداد ونكمل إلى 14 ألف و14 ألف ومتين لكن احنا برضو في نفس الوقت عندنا فيه سهم جديد نازل اكتتاب في قطاع الاستثمار العقاري وده ممكن يعمل سحب من السيولة شوية وبالتالي ممكن يوقف شوية من الارتفاع ونشوف يجالني أرباح علشان يحصل فيه توفير سيولة لبعض المستثماري اللي عايتين يدخله في الكتاب وفي حين استمرت اليد العليا في السوق لقطاعي البنوك والعقارات يترقب المتعاملون أخبار إيجابية منتظرة حول أطروحات حكومية وتعدلات قانون الضريبة على الأرباح وتجاوز المؤشر الرئيسي لمستوى المقاومة عند 14 ألف نقطة